المزيد مع ليالي عبد لطالما شكلت مدينة بيت لحم نموذجا للتعايش بين أبناء شعبنا على اختلاف مذاهبهم وظلت المدينة على مر العقود نموذجا للوجه الحضاري لأبناء شعبنا فمثلما يتقاسم أهل المدينة الاحتفال بمولد رسول التسامح يتقاسم أبناؤها كذلك تقوص شهر رمضان المبارك فهنا لا عجب أن يزين هلال رمضان ساحة المهدي أو ترى رجال الدينية تشاركون المناسبات الدينية تآخي الإسلام المسيحي المحبة المتبادلة طبعا شهر الرحمة وشهر الصدقة والطاء والعطاء فأنا يعني بشوف في مدينة بيت لحم البلمس هاي الصورة الحقيقية بين الإخوة المسيحيين والمسلمين خصوصا في مدينة بيت لحم وفي ظل الشهر الفضيل